مرحبا يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم جميعا وسلام للجميع طبعا احنا عملنا قبل فترة عن شراء البيوت واجتنا اسئلة كتيرة عن موضوع المورقج والمورقج حنعمل لقاء مع اخصائي مورقج لانه هو الموضوع كبير وبحر لكن انا وجدت قبل فترة طريقة للاشخاص كتير ناس ما بعرفوا وانا كنت شخص منهم واستخدمتها الي سنتين وهذا الطريقة سهلة وبتسهل عليك انك تخلص القرض البنكي اللي انت حاصل عليه حاول اشرح الكوية هلانا هي شوية معقدة ولازم طبعا تستشيروا مستشار مختص في هذا الموضوع لانه الموضوع كتير حساس موضوع مالي استشيروا فيه قبل لكن كويس انكم تعرفوا هاي المعلومات تسمعوا مني وان شاء الله تستفيدوا خليكوا بعد الفاصل في اول شي بنحكي انه القرض بنقسم لاشيئين وهي الفائدة والمبلغ الاساسي بنحكي هون عشان نعطي مثال انه المبلغ الاساسي هو مئة الف دولار انت مقترده من البنك والفائدة اربعة بالمية هنعمل هذه الرسمة الان اللي هي زي مخطط بياني هذا الوقت بيبدأ من صفر 15 سنة ل 30 سنة وهي الدفعة الشهرية هذا تقريبا اذا انت تاخد اربعة اه مئة الف بفائدة اربعمائة تقريبا عم نحكي انه اربعمائة دولار شوفوا كيف بيصير الدفعة الشهرية عادة فهذا هو الفائدة وهذا المبلغ الاساسي المبلغ الاساسي هو المبلغ اللي انت اقتردته من البنك فانتوا لاحظوا في اول حوالي اول سنوات انت بتدفع فعليا اكبر مبلغ من الدفعة الشهرية بفائدة وبعدين بتصير تقل هاي الفائدة تقريبا بعد نصف المدة وبتصير تدفع من المبلغ الاساسي فاذا انت مقترد اه مئة الف دولار وبتدفع كل شهر اربعمائة الف دولار مفروض لوجيكلي انه اه بعد عشر اشهر تكون دافع اربع الاف دولار فنزل هذا المبلغ لستة وتسعين الف دولار بس هذا خطأ لانك انت ما بتكون دافع اه اربع الاف دولار من المبلغ الاساس بتكون انت معظم المبلغ دافع من الفائدة وجزء بسيط من المبلغ الاساس فانت في البداية بتدفع اكثر اشي فائدة واقل شي بتكون من المبلغ الاساس هون في نقطة مهمة انه معظم البنوك بعد خمس سنين بيقول لك انا عقدك خمس سنين فبدي اعملك ريفاينانس او اعادة للتأهيل عشان انزل لك الفائدة هو فعليا البنك للأسف في هذه الفترة برجى هذا المبلغ اللي انت حطيته للصفر فانت بترجع تدفع فائدة اكثر من الفائدة اللي كنت تدفعها فاذا بتلاحظوا اذا انت عقدك عشر سنوات بتكون الفائدة اقل من اذا كان عقدك اربع سنوات او ثلاث سنوات احيانا بكون في بعض سنتين الفائدة عاملين لك اياها عشان ترجع تعمل ريفاينانس وهذا هو هذا بعض التركات اللي بسوها البنوك ففي الفترة هاي البنك اكتر اشي بسوه فلوس وانت اقل اشي بتدفع للأسف في المبلغ الاساسي طبعا الاساس في هذا الموضوع او ال very clear انه اذا نزلنا احنا المبلغ الاساس باسرع وقت رح ننزل الفائدة باسرع وقت معظم الناس بتطلعوا على هذا الشيء انه اوه اربع بالمية مش مبلغ كبير هو فعليا انت الاربع مين مية بثلاثين سنة ممكن تدفع مبلغ من ستين لثمانين الف دولار بالثلاثين سنة فانت فعليا المبلغ الاساسي تبعك ميت الف دولار زائد نحكي تمانين الف دولار فبطلع اللي انت دافعه حوالي مية وتمانين الف دولار فبالتالي انت فعليا شريعت بيت جديد للبنك او اعطيت مبلغ جديد للبنك اشتغلوا فيه طبعا هاي الطريقة اسمها فيلاستي بانكينج هاي طريقة جديدة او مش جديدة هي بس مش كتير ناس للأسف بحكوا عنها اللي هي بتنزلك الانترست تبعك اللي رح تدفعه بتنزل التايم عادة من خمس لسبع سنوات بنفس الاكسبنس ما حد حيقولك ادفع اكتر وبنفس الانكم ما حد رح يجي قولك روح اشتغل شغل تاني او سوي شغل اكتر هذه هي الطريقة اللي هي موجودة والبتير ناس للأسف ما بتعرفها اسم طبعا هذا البرنامج هوم اكوتي لاين اوف كريدت بسموها هيلوك اللي احنا نحكي عنها اليوم كتير هوم اكوتي لاين اوف كريدت الفرق بينه وبين المورجج انه الهيلوك هو عبارة عن اوبن مورجج يعني خلينا اختصلكوا اياها زي الكريدت كارد يعني انت في المورجج اذا خدت مئة الف وقعدت تدفع ودفعت مثلا عشرين الف اوكي ما بتقدر ترجع تخدهم تقولهم او والله انا عندي شغلة او بدي اسوي شغلة وبدي العشرين الف هاي تباتي لا ما بتقدر بالهيلوك بتقدر هو زي كريدت كارد انت مدين معطينك سقف مبلغ مثلا معطينك مئة الف دفعت خلال سنوات عشرين الف تقدر ترجع تقول انا بدي اياهم مرة ثانية وبرجع عليك نفس الانترست عادة الانترست في الهيلوك اعلى بس طريق الدفع اسرع فهلأ حنشوف شو الطريقة اللي ممكن تخلص فيها دفع الفائدة عندك بسرع وقت طبعا واهم شغلي هون انه الهيلوك الفائدة عليه يومية بما معناه انه انت بتدفع فائدة يومية مش زي المورجيش بتدفع فائدة سنوية يعني انت بغض النظر ايش دفعت انت عليك فكس كل سنة المبلغ او الفائدة المهاز للاسف الهيلوك الفائدة تبعته اعلى بس لانها يومية فانت كل يوم ممكن تغير في لاذا عادة بيحسبوها البلانس اللي انت ما اخده مثلا 100 الف او 50 الف في السعر الفائدة عادة تقريبا 7% ب365 يوم قسمة 365 يوم بطلع لك الفائدة اليومية بنحكي مثال انه انت اليوم عندك 100 الف الحساب ناقص بتدفع مثلا خمسة دولار تاني يوم لو دفعت مثلا خمس تلاف أو أربع تلاف ممكن تنزل هذا الانترست لأربع دولار أو ثلاثة دولار بعدين سحبته برجع عليك انترست أعلى فهي الموضوع أنه كيف أنت بتقدر تعمل بلانس لأنك تنزل الانترست أو المبلغ الأساس بأقل طريقة بأسرع طريقة خلينا نحاول نشرحها بطريقة الرسمات إذا عندنا قرض بمئة ألف دولار فممكن نفتح هيلوك خلينا نحكي بخمسة وعشرين ألف دولار على أي واحد هون بتطلع بقولك صار عندك مئة وخمسة وعشرين ألف صار عندك مئة وخمسة وعشرين ألف لا احنا مش مقتردين هذا المبلغ لسه احنا بس فتحين حساب هو زي كريدت كارد يعني انت هذا بحسابه بتقدر تستخدمه أو ما تستخدمه إحنا الهيلوك بدنا نستخدمه فإحنا الـ خمسة وعشرين ألف بنخدها وبندفعها للمورج فهون شو بيصف في عنا خمسة وسبعين ألف أوكي وهون خمسة وعشرين ألف من الهيلوك ففعليا عنا خمسة وسبعين ألف من المورج صار وخمسة وعشرين ألف المبلغ كامل هو مئة ألف أوكي ما تغير بس في نقطة رح تسألوني إياها وأنا حكيتها أن المورج الـ تبعه أقل من يعني هون 4% أو 3% هون رح يكون 7% طيب شو استفدنا إحنا هيك دفعنا أكتر لا خليكم معايا حشرا طيب الآن خلينا نحكي كيف ده تمشي هاي الموضوع إذا إحنا مثلا دخلنا خمسة ألاف دولار بالشهر أوكي شو رح أسوي أنا رح أخذ الخمسة ألاف هاي وأدفعها ل الهيلوك أوكي رح يصير عندنا هون بس عشرين ألف دولار القرض اللي ما أخدينه تحكي لي طيب هذا جنون أنا مضلش معاي صفر لا يا جماعة أنت من هذا الهيلوك رح ندفع مثلا الفواتير رح ندفع المورج اللي هون مثلا ألف دولار مورجج أوكي رح ندفع مصاريف المدارس الأكل أوكي وكل هذه الأشياء رح تندفعها رح يمكن نستخدم ثلاث ألاف أو أربع ألاف من هذا المبلغ بس تتذكروا أنا حكيت لكم أنه هون الانترست ديلي فإنت لما دفعتها نزلت الانترست كتير وفعليا هاي مش رح تصير بيوم وليلي كلهم مع بعض تصرفهم رح تصرف هذا مثلا أول الشهر هذا أول الشهر هاي بنص الشهر هاي ثلاث أربع مرات بالشهر ففعليا أنت عم بتنزل الانترست تبعك ديلي طبعا خلينا نحكي هون أنه مثلا في الأسبوع الأول أنت صرفت خمسمية فكان عندك خمسة بين ألف زائد عشرين ألف وهي الخمسمية فإنت رح تدفع انترست هون الانترست العادي اللي حكينا ثلاثة أو أربعة فقديش نزل عندك هون انترست وقديش هون نزل عندك انترست الويك التاني مثلا صرفت ستمية كذلك الأمر رح تدفع على الهاي اللي هو أربعة بالمية وهون رح تدفع السبعة بالمية الآن الشرط الوحيد في هذا الموضوع عشان تكون وهذا طبعا نورمال أنه ما تصرف أكتر من دخلك يعني لو صرفت أنت كل دخلك بتضلك أنت كسبان بس لو صرفت أكتر من دخلك هون مشكلة كبرى الآن بمحصلة الموضوع بعد حوالي سنة سنة ونص أنت بتكون هيك نزلت من هذا المبلغ حوالي ست إلى عشر سنوات من الدفع اللي هو الفترة وبتكون أنت خلصت هذا المبلغ اللي هو خمسة وعشرين ألف الآن خمسة وعشرين ألف لسه موجود أنت عندك بحسابك تقدر تسحب كمان خمسة وعشرين ألف توديهم هون طبعا بيكون صار ستين ألف وهون أنت بتنزل وكذلك الأمر فأنت فعليا بنهاية المدة الثلاثين سنة ممكن تسويهم خمسة وعشر سنة والإنترست اللي أنت دافع بدل ما يكون زي ما شفنا في المرة حكينا في البداية ثمانين ألف بتكون دافع بس حوالي ثلاثين ألف إنترست طبعا بس عشان نكون واضحين أنا حاولت أشرح لكو أد ما أستطيع زي ما أنا فهمتها من الأدفايزر تبعي أنا مش أدفايزر وعشان ما تحمل مسؤولية روحوا اسألوا الأدفايزر الفينانشال أدفايزر تبعكو في البنك أو حاولوا إن كنت يحكوا معاه إذا كان عندكم مورجيج عشان تقدروا تشوفوا كيف رح تخففوا هذا المبلغ فعلا ورح يستغرب مين حكالكو عن الهيلوك ورح يشرح لكو عنه مرة تانية ورح تفهموا الموضوع بشكل أوضح وأكيد أكيد أكيد إن شاء الله رح تستفيدوا من الخبرة اللي أنا استفدت منها سلام يعطيكم ألف عافية السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر